السلام عليكم ومن ياتي لكم بالصحة والعافية فيما يخص محاضرة اليوم سنتكلم عن الاجهادات في الكيف بيم للتذكير فان النيوترل اكسس في البيم المستقيم ينطبق على السنترول اكسس لذلك فان الاجهاد سيكون صفر في منطقة النيوترل اكسس عنده تعرضه للانحناء يعني بالضبط بس للتذكير سنشوف انه هذا الجسم سابقا اذا كان مثبت وهي يصلط عليه لوت وهو بشكل مستقيم ستكون عندي المنطقة للعلى اجهادات تكون فيها شد والمنطقة للأسفل ستكون اجهادات انضغاط بالضبط ستكون بهالشكل هذا في منطقة المنتصف ستكون عندي اجهادات سفر والنيوترل اكسس المحور النيوترل اكسس ينطبق على المركز يكون المسافة واحد اذا كان مستطيل واذا كان غير مستطيل ايضا لكنه اللي يهمني انه هنا عندي البيم هو مستقيم ما بي كيف اذا كان البيم على شكل كيف لاتحادات الشور اللي احنا قدر نحسبها قبل ما نحسب الاتحادات خلن نرسم الكيف بيم شون يكون شكله تطبيقات واسعة عالية موجودة احنا عندنا الهوكس وغيرها تكون موجودة في هالشكل هالي وهنا يصل لطلوت ومثبت من جهة واحد اذا كان هذا المقطع مستطيل او حتى ممكن يكون دائرة او بيضوي او اي شكل اخر المسافة هذه هي الري النصف قطر للداخل اكيد الجزء الاخر سيكون هو ر او صار عندي ر اي اللي هو النصف قطر لداخل الكيف ور او هو النصف قطر لخارج الكير يعني هذا بالضبط خلي نعيد رسمه من جديد كمقطع بشكل فارتكل صار عندي هذا المركز هو ر اي في حين للخارج للخارج هو الار او بعدين رح نعرف شون بقية الارعاد اللي موجودة عندي النيوتر الاكسز اذنانا عندي ما ينطبق على السنتر السنتر في هذا المكان هذا السنتر الاكسز النيوتر الاكسز سيكون ادنى منها بقليل النيوتر الاكسز الان نصف القطر للنيوتر الاكسز نسميه ر ونصف القطر لسنتر الجسم نسميه ر وبعض المصادر يسموه وارسي الفرق بين الار سي او بين النيوتر الاكسز وبين السنتر يرمز له بحرف اي صرف لدينا الأبعاد موجودة الاي والسنتر اللي هو الارداش والار اي الار ان والار او المسافه من ايوتر الاكسز وحتى المنطقة الأسفل نسميها LCI الإجهاد اللي راح يطبق عندنا الإجهاد الداخلي بالإيناري هنا راح يكون عندي يساوي العزم العزم حسابه بسيط القوة في ذراحة لكن المسافة يجب أن تكون هنا مهمة جدا العزم يساوي القوة في المسافة للسنتر وليس المسافة للسنتر اللي هو هنا المسافة للسنتر القوة المسلطة المسافة للسنتر على الارية في E في بما أنه للداخلي فرح يحتمد على C I اللي هي المسافة اللي هس راح نحسبها راح نحسبها إن شاء الله على ال R I في حين الإجهاد الخارجي راح يكون عندي العزم أيضا على المساحة في L E في C O على ال R O بروسيجر بسيط راح نحسب به كل الإجهادات اللي موجودة شو راح نقدر نحسب الإجهاد البروسيجر راح يكون كالآتي إذن ممكن يكون عندنا بروسيجر لحساب السترس أول نقطة هي نرسم الكروس سكشن نأخذها على الجهة ونعرف ال R I نصف القطر الداخلي ونصف القطر الخارج ثاني نحسب ال Y داش وال Y داش مثل ما تعرفون إذا كان عندي أكثر من المساحة راح تكون عندي المساحة الأولى في سنترويد المساحة الأولى زائد المساحة الثانية في سنترويد المساحة الثانية وهكذا لعدد المساحات على مجموع المساحات ثلاثة ثالثة نقطة راح يكون عندي نحسب من عندها ال R داش والذي يساوي لي ال R I زائد ال Y داش بس للتذكير هنا نرسم المستطيل من جديد حتى يكون أدي واضح أنه هذا هو ال R I هنا عندي السنتر فهناي يكون عندي ال R داش أكيد هذه المسافة ستكون عندي مقدارها Y داش للسنتر فال R داش يعني ليس شرط نحفظها ال R داش يساوي ال R I جاءت هذه المسافة 4 الخطوة الرابعة هو حساب ال R N ال R N يوجد جدول يعني نعرضها بعد قليل يعني فورملا جاهزة راح تكون عندي لكل الأجزاء للمستطيل ال R N يساوي ال H اللي هو الارتفاع اللي موجود عندي في اللين ال R O على ال R I ولي بقية الأشكال سيكون عندي جدول خاص به 5 ال E اللي قلنا هو الفرق بين نوترال أكسس نحن قلنا نوترال أكسس ذا كان هنا فهذه المسافة E أكيد راح تكون هي الفرق بين ال R داش ناقص ال R يعني فال E راح يساوي ال R داش ناقص ال R N 6 C C C C C هو يمثل هذه المسافة خلي باللون الأحمر شو يمثل هذه المسافة هي C C راح يساوي ال R N ماينس ال R I هذا هو ال R N ماينس ال R I راح تلعني هذه المسافة 7 C C مثل ال R O ماينس ال R N هذا هو ال R O ماينس ال R N راح تطلع لهذه المسافة واخيرا نطبق الإجهات سترس ال INER الداخل للأسفل راح يساوي مثل ما تكلمنا سابقا انه العزم في A في E على CI على RI وسترس للخارج راح يساوي انه العزم في A على A E CO على RO لكن نؤكد من جديد انه M تساوي القوة في المسافة للسنتر للسنتر هسا احنا عندنا للسنتر هي المسافة R 10 و 11 و هكذا بالنسبة ل بقية الأشكال على شكل كيف ممكن يكون على شكل T ممكن يكون على شكل حلف I و أشكال أخر موجودة ممكن نطبق ها بالأمثلة الى وخلا ان شاء الله